موسيقى جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها مايكروسوفت تطلق نسخة جديدة من برنامج وورد بميزات خارقة جاء في تفاصيل الخبر أصدرت مايكروسوفت نسخة تجربية من برنامج وورد مزودة بميزة جديدة تعمل على أساس الذكاء الاصطناعي فقد سميت الميزة الجديدة بالمصحح وهو نظام يشير إلى الأخطاء الإملائية ويصححها إلى صحيفة القبس الكويتية مشاهدين التي اخترنا منها لكم جوجل تطرح باقة تحديث تتضمن وظائف جديدة كشفت شركة جوجل الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت النقاب عن حزمة تحديث تتضمن وظائف جديدة لثلاثة من تطبيقاتها تشمل تطبيق ديو المتخصص في مجال الدردش عبر الفيديو وسوف يتيح من الآن فصاعد الإمكانية إجراء المكالمات الصوتية عبر الإنترنت وفيما يتعلق بتطبيق فوتو المتخصص في معالجة الصور الرقمية سوف يتم تخزين الصور بشكل تلقائي وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت بين صفحاتها أبل تطلق تحديثا جديدا لآي تيونز أعلنت شركة أبل الأمريكية إطلاق تحديث جديد لبرنامج آي تيونز وقالت الشركة إن الإصدار الجديد يتيح للمستخدم إمكانية مشاهدة الأفلام المستعارة عبر برنامج آي تيونز على جميع أجهزة أبل ترجمة نانسي قنقر